اشتركوا في القناة اتعرف كيف تستخدمها وكيف تركبها حنشوف اليوم طبعا مش نختبر في معلوماتكم حاشا وكلا في ناس معلوماتها أفضل من معلوماتي وأقوى تمام مش تحدي من نوع هذا هو تحدي انك انت لو حسيت ان عندك نقص اليوم في معلوماتك على لو انت قلت أنا نعرف عليها كل شيء خلاص اليوم حناخده لفهم على جولة هيك معنا اذا حسيت انا في معلومات نقصة نبي شيء هذا حافز ليك انك انت تراجع حتى المعلومات اللي انت تعرفها تزيد تتعمق اكثر في المعلومات اللي انت تعرفها لو سمحتو الي مش مركب سماعات يركب سماعات اليوم ان شاء الله حناخده واللي هي من اكثر التعبيرات استخداما واللي هو كيف انك تقول يوجد وكان يوجد أو هنالك أو ثمت لما نقولك مثلا في حليب في الثلاجة كيف نقول هنالك حليب في الثلاجة ثمت حليب في الثلاجة يوجد حليب في الثلاجة فكلمة يوجد اللي هي ومعها يلا مش مشكلة خلنا ورككم التركيبة مع بعض مش اشكال اول شيء هناخده طبعا لازم نعرفوا ان يعني ضروري يعني ضروري معها عموما طبعا في المضارع البسيط احبتي يعني عشان تعرفوا ان الموضوع هذا موش تحدي حنعروض لكم جدامكم في المضارع عندها شكلين وكي اما لازم نعرفوا ان ثم تستخدم مع السنجلر ناون ثم تستخدم مع اسم المفرد او مع النن كاونت الاسم الذي لا يعد أو قابل للعد وغير قابل للعد ثم تستخدم مع المفرد ومع الاسم الغير قابل للعد كذلك عندي واللي هي تتخدم مع المفرد ناخد مثال مني هادي جملة متقدمة شوية لكن مفيش معنا ان نحن نذكروها لستتخدم مع الناين اقول ذكر لو قلت لك مثلا. هناك بعض الحليب المتبقي. اوكي. تقدر انت طبعا تنفوها بمنع عندكم. تقدر تنفو بإز وتقدر تدير السؤال بإز. طبعا في النفي ما ننسوش ان نغير وصم إلى إني وكذلك في السؤال. واضحة صح? هناخد المثال دوجة. there are apples in the fridge. من آسف نحاول ان نسرع من طباعتي عشان منضيعكمش الوقت. اوكي. so there are apples in the fridge. there are apples in the fridge. الجديد بالذكر ان ا في النفي تندق aren't بالبريطانية و aren't بالأمريكية. اما aren't بكسر الرا او الري غير موجودة في اللغة نجو في الموضوع بسيط جدا. لو غيرت ال is لاحظوا. لو غيرت ال is ال was أصبحت الجملة في الماضي. طبعا there was تستخدم كما يستخدم ال is. there was تستخدم على الاسم المفرد والاسم الذي لا يعدل. ننكاونت. فلو انت غيرت من there is some milk left. فنكتر نقول هنا copy paste. وننقول there was some milk left. there was some milk left. there was some milk left. واصبحت الجملة هذه في past simple. اذا في past simple هنستخدم there was مع الاسم المفرد والاسم الذي لا يعد. اما في past simple طبعا كذلك مع الجمع هنستخدم there were. مشكلة النطق هنا عند البعض ان حين ينطقوا فيها غلط. في النفي مفيش weren't. يا اما في weren't. ال are ما هناش. weren't. او بالامريكية weren't. weren't. اما weren't بكسر الراء غير موجودة في الانجليزية. فلو احنا هنا خذنا there are apples in the fridge. خذنا ال are. وغيرناها إلى و. فأصبحت الجملة في الماضي. اوسمة there are some people in the mall. there are people جمع. فنقولوا there are. there was some people there were some people in the mall. فال people جمع. سجوا there was a car in front of the house. good. في ال future symbol احبتي there will be وبتجيبوا اي اسم. لما نكتب لكم كلمة ناون. معناها بتجيبوا المفرد اوكي. بتجيبوا الجمع اوكي. بتجيبوا الذي لا يعد اوكي. زي ما انتم there will be enough time for fun. اوكي. there will be enough time for fun. حيكون في وقت سوف يكون هناك وقت كافي من اجل المرح. اوكي. انا مع الطلبة احيانا مع الطلب مع الطلاب نستخدم في جمل بسيطة. مثلا there is a car. بس. لكن احيانا ما هو الامثلة في نوعين. في امثلة للفهم وفي امثلة الممارسة. امثلة الفهم تكون بسيطة. there is a car. there are cars. وما إلى ذلك. ولكن امثلة الممارسة بتكون زي هي. طعطي مثال عبارة ان تعبير شائع حيستخدم الطالب في المحادثة. فما يتعبش فيه. حاليا ايش خدينا؟ خدينا ان there be في present simple عندها تلاتة تركيبات. there is مع المفرد. there is مع الذي لا يعد. there are مع الجمع. بعدين جينا لل past simple خدينا تلاتة تركيبات. اللي هي there was مع المفرد. there was مع الذي لا يعد. there were مع الجمع. اذا هذو ما الستة. بعدين جينا لل future simple واللي هي تركيبه واحده مع المفرد. والجمع والذي لا يعد يعني. نجو لل present perfect simple. there be اعتقد نادرا. يعني متأكد ان اثنين او ثلاثة بس استخدموا there في المدارع التام البسيط. there has been. طبعا there has been في المدارع التام البسيط. والمفرد ان احنا نعرف كيف نستخدم المدارع التام البسيط. واللي ما يعرفش كيفية استخدام المدارع التام البسيط. مفروض خش الكورسي نازمين او. صح? ولا لا. اذا there has been. تستخدم مع مع الاسم المفرد ومع النن كاونت الذي لا يعد مثلا كان هناك بعض الثلج هنا اني ما قلتش أمتى كان موجود الثلج هذا ولكن نقوللك I'm just talking about the past without mentioning when I don't mention when واللي عارفين المضارع التام اني مش هنشرح استخدام المضارع التام البسيط لكن اللي عارفين استخدامه أكيد فهميني there has been a meeting right here نقدر استخدمه في المضارع التام البسيط there have been معها plural there have been و plural there have been Arabic tribes in the desert there have been Arabic tribes in the desert بمعنى كانت هناك قبائل عربية في الصحراء كانت هناك قبائل عربية في الصحراء في حاجة مميزة في there be واللي هي اختيارك ل is أو are أو where أو was أو have been أو has been يعتمد على الاسم اللي بعده يعني شوف انتبهوا مفرد أو لا يعد أو جمع يلا ننتقلوا لل past perfect simple ماذا ما كملناش الحفلة ماذا ما كملناش الحفلة ماذا للتحدي past perfect simple there had been plus a noun لما نقول plus a noun معناها singular أو plural أو لن count لا يعد فتكدوا انتب تكتبوا there had been there had been there had been a chance to win 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 طبعا there had انا مدرتش اختصار had مع there لا ولكنني حدفت الهيج لان احيانا في الهجة بريطانية لما الهيج جي في بداية احيانا يحدفها فأني حدفتها فقط there had been a chance to win there's been a lecture here there have been english books النحي الان يا نويرا english books here thanks for that i just joined the class right now so i'm extremely thankful for your explanation keep going you are perfect okay إذا ننتقل الى الفيوتا perfect simple المستقبل تام البسيط there 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 will have been a lot of there will have been a lot of jobs there will have been plus a noun مفراد جمع لا يعد نفسها there will have been a lot of jobs by 2050 by 2050 there have been many members here good good when do we use past perfect simple حبيبي أحمد we use the past perfect simple when we talk about an action that happened before another action and we are not talking about listing the actions we are talking about like like far past action and near past action the near past action is past simple but the far past action is past perfect simple okay are are good hmm okay okay we are I'm I'm okay a الأزمنة اللي انت تعرفها okay there's going to be plus singular أو none count لأنه عندي فلعندي حاس ما وهي going to be plus singular okay so there's going to the party okay there's going to be there's going to be much juice at the party طلابي future intentional اللي معاي في الكورس يعرفوا شل فرق مبين going to will will there's going to be much juice at the party there's going to be a party tomorrow morning bravo there have been many cause here thank you hafad إذن عندي تركيبات ثانية there be in the future intentional we say there are going to be plural to be two people and the party there are going to be two hundred people in the party نتمنى أنكم تكونوا عارفين استخدامات going to وما إلى ذلك لأنها مهمة جدا 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 ننتقل إلى imperfect past simple وهي أحد التصنيفات اللي أنا مصنفها مش زمن جديد أنا لا أدعي أني نغير في القواعد ولكن نصنف في الأزمنة بحيث يكون تصنيفهم مساعدة الطالب إذن ال imperfect past simple إيش هو there used to be used to be plus a noun لما نقولي there used to be plus a noun معناها singular and countable plural there used to be there used to be a big lake here زمان كان في محيرة كبيرة أو كبيرة هنا إذن there used to be هي أحد التركيبات وأعتقد هنا يقل شيوع التركيبات عندكم كم مرة استخدمتوها التركيبة هادي ممكن تقولي لي كم مرة هبابابابابابابابا أوكاي شو ما زلنا ما زلنا تركيبة الأخيرة واللي هي model perfect واللي هي تركيبة خاصة جدا عندنا أربع تركيبات في model perfect ليس سميتها model perfect؟ لأن هنستخدمه أحد الموضل verbs وكذلك تركيبة perfect هذا علش صنفتها وسميتها model perfect إذن there must have been plus a noun شايفين plus a noun؟ لما تشوفوا plus a noun معناها هي singular have been a person room there must have been a person in the room there's going to be a strong storm أوكاي إن شاء الله يا أميرة there used to be a school there جميل there used to be a cat in the room جميل شين التحدي شين ماشي معاكم ماشي أموركم طبعا إنا حناخد الجملة هذه there must have been a person in the room وحنستخدمها في جميع الأمثلة فقط أنا يحابب أنكم أنتم تشوفوا التركيبة الخاصة ب there plus verb to be أعتقد ما توقعتوش there plus verb to be يطلع منها الشيئة كلها may أو might الأمر صيان there can't have been a person here there can't have been a person here there can't have been a person here كذلك الجملة أخيرة there must have been a person in the room there can't have been a person in the room there can't have been a person in the room there may have been a person in the room there should have been a person in the room there should have been a person in the room there's sentences to be more clear for all عبيبي نوري أنا الغرض مش أنني نشرح كيفية استخدام هذه التركيبات أنا حبيت أنني نمر على التركيبات بس أما كيفية استخدامها فاللي عارف استخدامات الأزمنة هيعرف استخدامات التركيبات على الفكرة أنتم مقصرين في الشير للصفقة الحمد لله أوكي أنا سعيد جدا أنكم استفدتوا فجاي نبي نعطيك معلومة أحيانا أنك أنت عارفها المعلومة فنذكرك بها أحيانا أنت متعرفهاش فنعلمك المعلومة هذه وحيانا أنك أنت فهم المعلومة غلط فنسلح لك المعلومة فنجي على خاطرك أنت ومصدحتك أنت طبعا هذه الصورة التقطتها المصورة البارعة دينا مصطفى تصويرها هي الشخصي شكرا لكم إذا أحبتي كان هذا تحدي اليوم نتمنى أن كان التحدي ليك بينك وبين نفسك وأنك أنت فعلا لازم تقتنع أن في أشياء حتى ولو كان بسيطة وتعتقد أن هي سهلة لو ربما لو ربما بحاجات أنت متعرفهاش على المعلومة هذه وعمرك ما تتكبر على العلم فدائما طالع دائما استفيد من معلوماتك وتعمق في المعلومة اللي عندك وشكرا لازم ديلوا لايك وفالو عشان تصلك الإشعارات عموما إذا أحبتي كان اليوم برعاية نتمنى أن كان البث مفيد إذا كان مفيد نتمنى أنك ما تبخلش عليك بمجهودي ما تبخلش عليك بوقتي فأنت ما تبخلش عليك باللوف والشير نتمنى أنك شير خلي نكبر مع بعض أني نكبر بكم شكرا لكم أعتقد أن إن شاء الله نتلاقوا في بيثوث قادمة زي ما قلت لكم ما تقصروا شو معي